طيب حاجة بقى تانية السنوية العامة يمكن احنا مقسمينها كام فقرة لانه بجانب مواضيع الصفر ده لجان بقى حصلوا على كام على 96% و92% ولجان بعينها وبدأنا لقينا بقى ان وزير التعليم والسيد المهندس الشكوة يعني مقدمة لوزير التعليم والسيد مهندس رئيس الحكومة كده الدنيا اصبحت وساطة وفساد وإهمال والحقيقة انه قال لك خلصنا من سهاج فاكرين مدرسة بتاعت سهاج واللي كان بيتنقل لهم طلبة ووقتها كان فيه قرار بانه مش يكون فيه نقل طلاب صنوية عامة قبل الامتحانات لانه كانوا بيتنقلوا للاجنة معينة كده كان بيبقى فيها الغش يعني وتمام وبيزبط لهم الدنيا اولاد الناس الاغنياء فقدة اهلية مركز السيمبل والسيمبل لوين الحقيقة انه هم شايفين من النتائج اللي قدامكم عارفة انها طبعا الخطوط بيش تبقى باينة بشكل كبير لكن انتشرت كل البيانات دي على موقع التواصل الاجتماعي وبمع شكوى لوزير التعليم ورئيس الحكومة بانه اتفضلوا كلهم جايبين 99% و98% رغم انهم منازل مين السبب وهل ده عدل بين الطلاب فين الرقابة طبعا مدرسة واحدة اللي ظهرت ومخافية كان اعظم اظن في كتير بهذا الاسلوب في الجمهورية اكتر من 300 طالب فوق 90% بمدرسة عبد الحميد ردوان وعنوان مدرسة عنوان طبعا للتفوق والنجاح للعام الرابع على التوالي اقترح الاستعانة بمدرسين ده التهكم بقى قالت نستعين بمدرسين المدرسة دي للتدريب باقي مدرسين الجمهورية والاستفادة من خبرتهم الحقيقة على الجانب الاخر كان فيه عدل بانه تم يعني قرار نهائي باعادة امتحانس الكيميا للسنوية العامة لطلاب مجمع شهة بيدة قهلية بسبب الغش وكلنا فاكرين الفيديو ده اللي كانت فيه واحدة وقفة وبصوت عالي وطبعا بتملي الاجابة بتاعت الاسئلة وفي نفس الوقت طبعا لقوا انه فعلا الطلاب كلهم اجابتهم متطبقة وزير التعليم بيقول اتعهد بتقديم خدمة تعليمية افضل لابنائنا وتصحيح السنوية العامة تم بنزاهة وشرففية بس انا بقول له بناء على كل اللي حاصل ده حضرتك ما تعممشي لازم يكون فيه ركابة على الموضوع وانه يكون فيه نظرة للتظلمات نظرة عادلة لانه يعني مش معقول يعني واحدة جايبة درجات في مواد ما امتحنتهاش ناس كان مفروض ياخدوا درجات نهائية او قرب النهائية واخدين درجات يعني قليلة جدا صفر 18% 83% فالحقيقة انه ما ينفعش من الموضوع معلش قولنا بالمرة واحنا بنكلمكم على السنوية العامة ولكن ده من جامعة بقى أثناء التخرج الحقيقة حضرته يعني فكر ان هو يعد يرقص واخد وصلة الرأس دي كلها شاب يكون بوصلة رأس في حفلة تخرجه واساسا المدرسين مستنين حفلات التخرج لما بينادوا لطلب ورا بعد المفروض انه كل طالب بسرعة كده بيروح بيطلع ويستلم الشهادة بتاعته ويطلع الطالب اللي بعده عايز يرقص بعد كده يرقص في اي بعد ما تخلص الاحتفالية لكن حضرته بصراحة يعني اعتبروا ان فعل الطالب ده بينطقص من احترامهم من احترامه للجنة ورأى اخرون ان الطالب تعامل بتلقائية بس زي ما بنقول انه معروف في الحفلات دي كلها وده كان جامعة الزأزيق انه الطلبة بيكونوا ورا بعده وما حد ما ينفعش طالب يعطل الطلاب اللي وراه فكانت فيه موجة انتقاداته جامعة حالة الواقع للتحقيق وبيقولوا ان هم متمسكين بالاعراف الجامعية اشتركوا في القناة